دارت اشباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش على محاور في باديتي السويدة الشرقية والشمالية الشرقية بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مدير المرصد قال إن هذه التطورات تشير إلى بداية عملية عسكرية واسعة لقدم مناطق التنظيم وإنهاء تواجده في المنطقة مشيرا إلى أن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة ويتذلك بعد فشل مفاوضات تولت روسيا من أجل إفراج عن 36 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال من محافظة السويدة خاطفهم تنظيم داعش أواخر يوليو الماضي خلال هجوم أوقع أكثر من 250 قتيلا